مرحبا بكم مشاهدين إلى نشهد الأخبار والبداية بالعنوينة في مواجهة أزمة جفاف غير مسبوقة شروع بداية من اليوم في اعتماد نثام تقسيط الماء ومنع استخدامه في مجالات مختلفة في زيارة إلى المعابر الحدودية مع ليبيا وزير الداخلية يشدد على سلاسة عملية التفتيش والتصدي للهجرة غير النظامية تونس ترأس بداية من اليوم مجلس السلم والأمن الإفريقي وسط تأكيد على السعي المكثف أن تكون قوة اقتراح الإيجابية لدعم الأمن والاستقرار في القارة إذن بدأ في تونس تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والمرأة موارد المائية والتي تعتمد نظام تقسيط الماء وتمنع استخدامه في مجالات مختلفة بسبب أزمة جفاف غير مسبوقة تحاصر البلاد وتهدد الأمن الغذائي أزمة تستوجب اتخاذ إجراءات سريعة حسب الخبراء والمختصين إثر شح المائدة المائية وتراجع مخزون السدود تعيش تونس للسنة الرابعة على التوالي حالة جفاف أصبحت تشكل خطرا على سلامة البلاد والعباد وللتعايش مع الوضع الراهن للموارد المائية انطلقت السلطات في اعتماد نظام حساس ضرفيا لتوزيع الماء الصالح للشرب وفي هذا الخصوص أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصبح له للي أن عملية قطع الماء ستوازن بين المناطق في مختلف أنحاء البلاد لتنطلق من التاسع ليلا إلى حدود رابع صباحا وذلك إلى غاية شهر سبتمبر القادم المعدل تقريبا ست ساعات ويمكن أنه لا ينقطع في منطقة معينة ثم الليلة الموالي ينقطع في المنطقة هذه لأنه عملية مربوطة بالطلب بنوعية الطلب وكثافة الطلب حسب المناطق وحسب النشاط في كامل البلاد وهو ماهوش قطع بمعناها التقليدي هو عملية موازنة عملية ترحيل الفترة التي لا يمكن فيها تأمين الطلب على المياه إلى الليل وتطبيقا لهذا القرار المتعلق بترشيد استهلاك المياه شرعت تونس في تطبيق قرار التحجيل الوقتية لبعض استعمالات المياه مرفوقا بعقوبات ردعية في صورة مخالفته رأي المساحات الخضراء هذا يمكن أن يستنى ينجم يستنى تم تنظيف الشوارع والأمكان الخاصة كيف كيف ينجم يستنى كذلك غسل السيارات بالتويو يعني عقرون دي بي هذا ماهوش ممكن اليوم هذه كلها كذلك للأسف في بعض المناطق خاصة النريفية منها يتم استعمال الماء السالح للشرب للأغراض الفلاحية بالرابط العشوائي وهذا استنزاف كامل لشبكات الشركة لذلك تم التذكير بتحجير لأنه عقوبات ينص عليها مجلة المياه وهي واردة في الفصل 4 تنجم تنطلق من الخطايا المالية إلى استجن كذلك وعن جملة القرارات التي تم اتخاذها لمجابهة العتش الذي يهدد البلاد والعباد هذه الصائفة أكدت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية لو ذا جفراجة أنها غير كافية دعية إلى ضرورة مراجعة السياسات العمومية للدولة مشكلة الماء في العالم ككل رحو مشكان في تونس ماهوش مشكلة تقني التقنية موجودة باش أي ما من أي نوع تتنظفه وترده صالحة للشرب الإشكال الكبير هو مشكل سياسي وقت اللي صاحب القرار ما يخدش القرار وقت اللي يزو وقت اللي ما يحميش الموارد من الاستنزاف كيش تحبوا يخطط بيهم أنت عندك أكثر من 30 ألف مبقرة عميقة كيفاش تحب تخطط ضب موارد كيفاش تنجم تأمن الماء الصالح للشراب وقت اللي سونات تاخذ في 50% من الموارد المتاحة جوفية بالاستنزاف ينجم الأبار تشيح ولأن الموارد المائية المتاحة أقل من الحاجية الاستهلاكية قالت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية أن الأمن الغذائي مهدد في تونس نتيجة الاستعمال العشوائي للمياه الجوفية واستنزاف المائدة المائية حفاظا على سلامة المستهلك في رمضان يتضاعف الحرص على سلامة المنتجات الغذائية المعروضة له قد تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر فرق المراقبة الراجعة لها بالنظر والتي أمنت قرابة ستة ألاف عملية تدخل في الأسبوع الأول من رمضان تمكنت من حجز ما يزيد عن مائة وثمانية ألاف طن من المنتجات الغذائية وإحالة مائة وخمسة وتسعين عين للتحليل إضافة إلى تحليل أكثر من مائتي محضر بحث في الغرض وحسب بلاغ صادر عن الهيئة اليوم شملت عمليات المراقبة على المنتجات الغذائية التي سجلت خلالها فرق المراقبة وضعية عدم احترام متطلبات السلام الصحية للأغذية خاصة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية في السياق ذاته تكثف فرق المراقبة الاقتصادية في سيدي بوزيد من حملاتها الرقابية للتصدي لكل محاولات الترفيع في الأسعار أسعار يؤكد عدد من المستهلكين أنها ما زالت مشطة ولا تتلاءم مع مقدرتهم الشرائية بعد مرور عشرة أيام تقريبا على حلول شهر رمضان المعظم الذي عرف ارتفاعا في أغلب أسعار المواد الاستهلاكية تتواصل معاناة المواطن في سيدي بوزيد بسبب هذا الارتفاع في الأسعار وضعف المقدرة الشرائية رغم تطمينات وزارة التجارة بتسقيف الأسعار غير أنها لم تعرف انخفاضا حسب رأي البعض تمشي للحوت تلقاه غالي تمشي للحم تلقاه غالي الخضرة ما نحكوش بش ناخذ نعمل إسلاطة مشوية نخزر للحار ما نجمش بالرغم بلاد الخضرة هي أغلب بلاد في الجامورية التونسية كل شيء غالي اللحوم غالي الخضر غالي الغيناء غالي كل شيء غالي التاجر بدوره يشتكي من الصعوبات التي تعترضه في عملية تزوده بالمنتجات خاصة من غياب بعض المواد عن سوق الجملة الأسعار غالية هاو تفاحة وكذا هاو بنانة وبربعة تفاحة بربعة وخمسمائة مسعرينه وقاعد يتبع في الأسواق بسبعة وخمسمائة بالجملة الحرير بسيسري مانتو ثم ضعف في البيوع وتواصل وزارة التجارة حملتها الرقبية من خلال فرق المراقبة للضغط على الأسعار ومعاينة عملية العرض والطلب لاحظنا استقرار نسبة في الأسعار في أسعار الخضر الخضر الطازجة والغلال أهم المخالفات نجمعها بالنسبة للأسواق هي عدم احترام بالأسعار القانونية ومن حيث الشار الأسعار فما سيكون زادة لما يخترموش الشار الأسعار للمواطن ونفذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية لتجارة بسيدي بوزيد 2015 زيارة تفقدية خلال الأيام التسعة الأولى من الشهر الكريم في موضوع آخر شدد وزير الداخلية كمال لفقي خلال زيارة عمل ميدانية إلى ولاية تطوين على ضرورة تصدي للهجرة غير نظامية وطلع الوزير على ظروف عمل مختلف الأسلاك المتمركزة على المعابر الرئيسية بالمناطق الحدودية في هذه الزيارة الميدانية التي شملت عديد المفترقات الرئيسية والنقاط الأمنية المتمركزة على طول الطريق الرابطة بين تطوين وذهب مرورا برمادة جهيزية عالية لمختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية تابعها وزير الداخلية في زيارته إلى الجهة مطلعا على ما تنجزه هذه الوحدات من تدخلات ومهام وعمال التفتيش بالنسبة للمعابر هذه وتمر بكل سلاسة بين المتزاورين الأشقاء الليبيين والتونسيين ولكن في نفس الحين قبول بعض المهاجرين القانونيين من الإخوة الأفارقة في حين نتصداو أيضا للهجرة غير الشرعية والعبور غير قانوني لبعض المهاجرين في معبر ذهبة الحدودية التقى وزير الداخلية مختلفة تشكيلات الأمنية والديوانة التونسية والعسكرية والحماية المدنية العاملة بالمعبرة والمؤمنة لحركة عبور المسافرين والحركة التجارية بين تونس وليبيا مؤكدا على استمرار التواصل وعمق التشاور بين تونس وليبيا الشقيقة مشيرا إلى ما يعيشه الشريط الحدودية التونسية الليبي من أمن واستقرار الوضع آمن على مستوى الحدود وذي معناها لا يشك فيه عاقلان وذي معناها على مرأة ومسمع نسكل والتواصل موجود بين الحكومتين التونسية والليبية والمواطنين التونسة هما سند المواطنين الليبيين والمواطنين الليبيين هما أشقاء التونسيين وبخصوص ما تشده أشغال معبر ذيبة من تعطل والتي انطلقت منذ نحو سبع سنوات دعا وزير الداخلية إلى تجاوز كل العرقيلة في أقرب الأجال حاثا الجهات المعنية بإنجاز هذا المشروع دون تأخير في زيارة هي الثالثة لعدد من الأطفال مقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من فاقديا السند العائلي أدى عدد من الأطفال من قرية أسويس جمرت زيارة إلى قصر الحكومة بالقصبة وقد كانت في استقبالهم رئيسة الحكومة نجلة بودن التي استمعت إلى مشاغلهم ثم قامت هذه المجموعة بزيارة إلى مختلف أجنحة قصر الحكومة للتعرف على أنماطه الهندسية ينظم المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة حملة ليلية للتبرع بالدم وذلك بسبب نقص كبير في مخزون الدم بالمركز حملة جهوية ليلية للتبرع بالدم أطلقها المركز الجهوي للتبرع بالدم بقفصة خلال شهر رمضان المعظم بسبب النقص الكبير في مخزون بنك الدم لمركز إقليمي يشع على خمس ولايات وستتواصل إلى غاية عيد الفتر المبارك التبرع بالدم نحتاجه لأنه في رمضان تم نقص كبير النقص كبير هذا عنده نتائج بالطبع نفسية وبدنية لكن الناس ما يعرفوش أنه يتبرع بالدم تقع ليه تحاليل مجانية اللي هم مفركزوا على أكثر أمراض خطيرة في الدم بصفير باس نتكلم شوية بالدرجة بصفير باس بصفير جيم السيفيريس والسيد عف الله للجميع تحاليل باهية الغاية منها باش من يخرج الدم كالنقي وقدمنا ذاك ما يمسي كالمرير ويتمتع المتبرع خلال مثل هذه الحملات بجملة من التحاليل المجانية من بينها الالتهاب الكبد الفيروسي إلا أنها لم تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بسبب ساعات الصيام التوال والمخاوف التي قد تنتاب المواطن من مخاطر التبرع بالدم خلال شهر الصيام حبيت اليوم بصفة طواعية تبرع بالدم نحب أن ندعو الناس كل مع أني أنا رمضان وتبرعت مرتاح لباس منحس حتى بشي ندعو الناس كلها بشي تبرع في رمضان وغير رمضان تسعين في المياه من التبرعين يجوه تحت الغرق لأن يجيه وقت أمه مريضة وقت ولده تاح وقت عمه تاح إذن هو يبدأ متغشش ويفركز في التعليلات نحن روح حتى كنت تبدأ متغشش نقول لك برحم وديك نحن ربجعتك الدم الحاضر وانت بسعطي الدم هذا حتى يتعدع التحليل ويتطالم بعده وتبقى الدعوة ملحة خلال هذه الفترة لتعزيز ثقافة التبرع وتحفيز المنظمات والجمعيات على مشاركة في هذه الحملات لإنقاذ حياة أفراد هم في أمس الحاجة إلى قطرة دم تتولى تونس بداية من اليوم رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والتي ستتواصل على امتداد الشهر وللتذكير فقد تم انتخاب تونس لعضوية المجلس للفترة 2022-2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعاقدة بأدسة بابا في فيفري 2022 ترأس تونس بداية من اليوم ولمدة شهر المجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حيث ستسعى إلى ترجمة رؤيتها الهدف إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائما لمختلف القضايا الإفريقية من أجل قارة إفريقية آمنة ومستقرة ومزدهرة وبالمناسبة أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس ستعمل خلال رئاستها لهذا المجلس على أن تكون قوة اقتراح إيجابية لدعم الأمن والاستقرار بالقارة انتلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الإفريقي التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الاتحاد الإفريقي وتجدد تونس وفق بيان وزارة الخارجية التزامها بمواصلة العمل من أجل مزيد الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 63-2000 وفي توثيق عرى الأخوة والتضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم كما تتطلع تونس من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إلى العمل مع البلدان الإفريقية الشقيقة لدفع شهود التسوية السياسية والمصالحة وذلك في كنف روح التوافق والتفاهم التي ميزت على الدوام عمل مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وستدعم تونس الحريص دوما على ترسيخ أركان السلم المستدام بإفريقيا أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاع التوترات وقد تم انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 22-2000-24-2000 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبيبا في فيفر 22-2000 في القدس المحتلة استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت البلدة القديمة في القدس بشكل كامل عقب استشهد الشاب واعتقلت عددا من الفلسطينيين كما اقتحمت الأقصى واعتدت على المعتكفين بداخله في محاولات لإخراجهم في ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبواب الأقصى أعلن ناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان في بيان أنه تم تأجيل توقيع اتفاق سياسي نهائي كان سيؤدي إلى تنظيم انتخابات في السودان مرجعا ذلك إلى عدم وجود توافق حول بعض القضايا العالقة وكان من المقرر أن يؤدي توقيع هذا الاتفاق إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدأ انتقال جديد نحو الانتخابات غير أن خلافات سياسية طفت على سطح هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر الماضي أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا الأعصار الذي ضرب ولاية تاركنساس ليلا وخلف عددا من القتل والجرحة وهذا الأعصار هو أحد من بين عصير أخرى مدمرة تهدد 15 ولاية أمريكية وتجعلها عرضة للخطر مدينة ليتلروك هذه المدينة الكبرى بدأت أن عدة مناطق على الطرف الغربي من المدينة تذررت بشدة فيما وصف رئيس البلدية الخسائر التي طالت الممتلكات بأنها واسعة النطاق ومن ولاية ميسيسي بي التي شهدت بدورها خلال الأيام الماضية إعصارا مدمرا أودى بحياة العشرات وشرد المئات تعاهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة المتضررين من العواصف القوية وقال في كلمة خلال تفقد المناطق المتضررة إن الحكومة الفيدرالية ستقدم كل المساعدات حتى تعود المنطقة إلى سابق عهدها مؤكدا أن الوضع في الولاية صعب للغاية إعصار ولاية ميسيسي بي المدمر والذي تسبب في أضرار كبيرة لحقت ما يزيد عن ألف منزل وتشريد الآلاف من المواطنين امتد ليشمل ولاية ألباما المجاورة وتعيش الولاية المتحدة الأمريكية منذ شهور على بقع سلسلة من الأعاصر حدد متوسط عددها بأكثر من ألف ومائة وخمسين سنويا متقدمة بذلك على أعاصر كندا وأستراليا وجميع الدول الأوروبية مجتمعة بعد أن مددت ولايته على رأس الناتو ثلاث مرات على امتداد تسع سنوات يانس ستونبرغ يعلن التخلي عن منصبه في أكتوبر المقبل مما أطلق تكهنات جديدة بشأن من يخلفه مع بروز أسماء مرشحة لتكون على رأس الناتو من بينها رئيسة المفوضية الأوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أرسولا فاندرلين أبرز المرشحين لخلافة رئيس حلف شمال الأطلسية النرويجي يانس ستونبرغ ينفسها على المنصب وزير الدفاع البريطاني بان والاس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز امرأة المنصب العليا كما يعرف عنها أكدت مصادر صحفية مطلعة أن عديد دول الحلف الأعضاء رشحتها لرئاسة التكتل العسكري الدولي هي التي شغلت لأول مرة في تاريخ بلدها ألمانيا مسؤولية وزارة الدفاع بين 13 و 2000 و 19 و 2000 ثم تولت رئاسة المفوضية الأوروبية منذ أواخر 19 و 2000 في سابقة ولا أيضا يسجلها تاريخ التكتل الأوروبية الذي لم يحدث أن أشرفت امرأة على هيكله التنفيذي بريطانيا وباعتبار ترشيحها وزيرها للدفاع للخطة نفسها في مواجهة الألمانية أورسولا فوندرلين أكدت بعض مصادرها الدبلوماسية أنها قد تستعمل حق النقض ضد المرشحة المنافسة متحججة بأن أداءها لم يكن مرضيا خلال توليها وزارة دفاع بلدها ويتولى المرشح البريطاني المنافس أليس كتلندي بين والاس خطة وزير دفاع بلده منذ 19 و 2000 فيما يشغل المنافس الثالث على رئاسة حلف شمال الأطلسي بيدرو سانشيز منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ 18 و 2000 عودة إلى شأن المحلي وأطلال على أحد معالم التوحيد في رمضان من خلال الجامع الكبير بسوسة والذي يعد منارة علمية ودينية يختص بهندسة معمرية عسكرية مميزة الجامع الكبير بسوسة له رونق خاص خلال شهر رمضان الكريم في هذا الصرح الإسلامي العريق حيث تتماهى فيه العبادة وتلاوة القرآن مع حلقة العلمي وأنشطة أخرى ترافق شهر السيام منذ دخوله مرورا بمختلف المناسبات الدينية كذكرى بدر وليلة القدر وانتهاء توديعه بما يليق به من التعظيم والأجلال نحن في جامعة هذية وكل رمضان الحمد لله نعمل دروس قبل الظهر درجين البعض ساعة تقريب وقبل العسر وقبل العشاء نقبل الترويح قبل العشاء عن الدروس وزيد معناتها عنا أملاء قرآنية بشي نعملوها معنا في رمضان هو الجامع الكبير الذي يمثل جامعة علمية عريقة وقوافلة من العلماء مرت من هنا هذا الجامع معناها سبحان الله منارة تعلم خرج منه معناها الإمام أبو جعفر معناها أبو جعفر نقبل السيد أبو جعفر هذا يحيي ابن عمر يعني ابن عمر كم من أعظم العلماء هم علماء خرجوا منه ألف ذلك هو الجامع الكبير الذي تميز بهندسة عسكرية غابت فيها الزخرفة التي تتميز بها الجوامع الأخرى كما لا يحتوي على صومعة الجامع الكبير بدون سمع لأنه كان في أول بنائه أخذ السبغة العسكرية لأنه قريبا من البحر من رباط السوسة ونحن الآن على مستوى تقريب 49 متر على مستوى سطح البحر الجامع الكبير يكتسي أهمية معمرية وتاريخية ومنارة دينية وهو قبلة الزوار التونسيين والأجانب حسب ما قرأناه بالخارطة والنبذة التاريخية التي تضمنتها معلقات وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأروقة باحة الجامع وفي رمضان تشارك بعض البلدان العربية في صنع أكلات وحلويات تشتهر بها في شهر الصيام نتحول إلى العراق وندعوكم لاكتشاف الحلويات التي تشتهر بها في هذا الشهر الكريم بعد الإفتار يكون الصائم في العراق مع موعد مع إحدى الحلويات التقليدية المميزة في شهر رمضان إنها زلابيا التي تروج تجارتها ويكثر الطلب عليها حتى أن الإنتاج يقفز من 250 كيلوغراما يوميا إلى أكثر من طن يوميا خلال الشهر الكريم ولهذا الإقبال ما يبرره لدى الصائم أنها كله صايم ممتنة عن الطعام والشراب تجي تفطغ بعد الإفتار تاكل لك زلابيا أقلها شوية ترفع نسبة السكر بالدم تمدك بالطاقة تجعلك تقاوم مدة الصيام الطويلة التي صارت بك يجمع أغلب العراقيين على أن زلابيا والعوامات كرة العجين المنتفخة لديهم مذاق ولون لا يقاوم ولمن يسأل عن كفية الإعداد إليك الوصفة نجيب العجينة لبان نخلط وياطة حين وننشأ ونجهزها نخليها بالزياد حار ونقليها ونرجع نطمسها بالشيرة نرجع نصفيها تشخل نرجع نحولها بكاراتين أو صواني فضلا عن سحر المذاقفة إن ازدياد شعبيتها مرده أنها حلويات للفقراء والأغنية للفقير سعره وللغاني سعره إذا تريد أسعار جيدة تلقي أسعار جيدة مناسبة للفقير بها الأسواق الشعبية هناك محلات مناطق ممتازة فيها حلويات يعني أفضاح الحلويات الأجنبية والموصر مشهور بهذا الشيء بهذا الجانب هذه الحلوة التقليدية الشعبية لها سيط في عدة عربية أخرى ومن بينها تونس والجزائر ولبنان وقد اختلفت الروايات بشأن منشائها الأصلي بهذا إذن نصل مشاهدين إلى ختم النشر ونذكركم بأبرز عنوينها في مواجهة أزمة جفاف غير مسبوقة شروع بداية من اليوم في اعتماد نظام تقصيط الماء ومنع استخدامه في مجالات مختلفة في زيارة إلى المعابر الحدودية مع ليبيا وزير الداخلية يشدد على سلاسة عمليات التفتيش والتصدي للهجرة غير النظامية تونس ترأس بداية من اليوم مجلس السلم والأمن الإفريقي وصد تأكيد على السعي المكثف لأن تكون قوة اقتراح إيجابية لدعم الأمن والاستقرار في القارة في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة